في تطورات الأزمة السورية صعد الجيش السوري تحركاته العسكرية في الجنوب ما أدى إلى موجة كبيرة من نزوح المدنيين تخوفا من هجوم عسكري واسع وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية يوشؤون المغتربين أيمن الصفضي عبر تويتر أن الأردن يتابع التطورات الميدانية ويجري اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة وروسيا بهدف الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري والعمل من أجل عدم تفجر العنف في المنطقة أكثر من 12 ألف مدني نزحوا من مناطقهم في جنوب سوريا خلال ثلاثة أيام أرقام أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان تزامنا مع تصعيد الجيش السوري قصفه على ريف درعا إذانا بقرب الهجوم العسكري الكبير الذي يلوح به مؤخرا التصعيد العسكري في جنوب سوريا أثار الكثير من القلق إقليميا ودوليا فبينما تواصل الفصائل المقاتلة في الجنوب استعداداتها لمواجهة تعزيزات الجيش السوري أكد الأردن في تصريحات رسمية متتالية ضرورة التمسك بخفض التصعيد في جنوب سوريا والحفاظ على الاتفاق الدولي الموقع بهذا الشأن بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة منذ عام في السياق نشطت تحركات لمسؤولين سياسيين من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال في زيارات مكثفة في المنطقة قال مراقبون أن أجندتها تضمنت بحث التطورات في جنوب سوريا التي يخشى أن تطال تأثيراتها دولا مجاورا على صعيد آخر قتل جندي سوري واحد على الأقل وأصيب سبعة آخرون بجروح مساء الخميس في غارة جديدة اتهمت تحالف الدولي بقيادة واشنطن بشنها على موقع عسكري وسط سوريا فيما نفت وزارة الدفاع الأمريكية ذلك مدعية أن مقاتلين مدعومين من قبل الولايات المتحدة ردوا على نيران ما وصفته بالقوة المعادية دفاعا عن النفس بحسب البيانة الأمريكية